تحت رعاية سعدة الدكتور الشيخ رنة بنت عيسى بن دعي أهل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وبحضور نائب رئيس جامعة لندن ساوث بانك البريطانية احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بتخرج الفوجين الثالث عشر والرابع عشر من طلبتها كما تم تخريج الفوج الأول من طلبة البرامج البريطانية المستضافة التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع جامعتين لندن ساوث بانك وكاردف ماترو بوليتيان في حفل أقيم بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بتخريج الفوجين الثالث عشر والرابع عشر من طلبتها الذين نجحوا في اجتياز متطلبات التخرج حيث حارصت الجامعة على أعدادهم وتزويدهم بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات التي تقدمها بدرجتي البكاليريوس والماجستير بالإضافة إلى تخريج الفوج الأول من طلبة البرامج البريطانية الذين يعتبرون الثمرة الأولى لمشوار الجامعة نحو العالمية انسجاماً مع استراتيجيتها لإثراء سوق العمل بخريجين ذوي قدرات علمية مميزة نحن مسرولين اليوم في جامعة التطبيقية بتخريج الفوج الثالث عشر والأربع عشر من طلب الخريجين وهي سعادتنا لو توصف أن نحن نشوف طلبتنا خريجين موفقين ونشكر إلدات الجامعة للترتيب هذا الحفل الكريم ونحن نسعي جامعة دائماً نقدم البرامج المتميزة وفي دائماً التصنيفات المتميزة ونسأل الله للخريجين كل التوفيق والسداد أقول للطلاب والخريجين ألف مبروك لهم لأهليهم لأسلزتهم اللي تعبوا كثير لدرسوهم ووصلوهم للمركز متقدمة طبعاً العدد الخريجين جامعة صار اليوم مع خريجين اليوم أنا 6216 خريج لجامعة عمره 17 سنة طبعاً فخورين جداً بخريجينا وإني طبعاً أحلى سفراء للجامعة فأقول لهم ألف ألف مبروك وبهذه المناسبة تقدمت سعادة الدكتورة الشيخارنة بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بخالص التهنئة للخريجين مؤكدة أنهم يحصدون ثمار تعابهم واجتهادهم طيلة سنوات الدراسة وما اتسموا به من صبر ومثابرة للوصول إلى أهدافهم متمنية لهم جميعاً التوفيق في تحقيق ما يطمحون إليه واستثمار ما اكتسبوه من معارف وعلوم لتحقيق إضافة نوعية لسوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات الصراحة الشعوري ما قدر أصفه في كلمات يعني أنا صار لي سنة تقريباً خريجة والحمد لله لنا هي اليوم بعد هالجوأحة هذي يعني فقدنا الأمل أن يكون فيه تخرج بس الحمد لله الله بلغنا وجداً سعيدة يعني تتوج ثمارة التعب والسهر والدراسة في يوم حلو مثل يوم التخرج الحمد لله يعني كتبت الله توفيق من ربك أو شيء والمجهود منه في النهاية الحمد لله وهي عبارة فخر حق الأهل فخر حق البحرين في النهاية طبعاً اليوم فرحتي موت نوصف كوني خريجة في جامعات العلوم التطبيقية وألف الحمد لله بعد الظروف الصعبة وصلنا لي هدفنا وأهدي نجاحي وتخرجي لأهلي وجميع دكاترة الجامعة أشعر بالفرح والسعادة والفخر لتخرجي من جامعة العلوم التطبيقية وأشكر جميع العاملين في الجامعة وأهدي نجاحي وتفوقي لولديني الأعزاء والجميع وأيلتي هذا اليوم يوم سعيد لكل طلبة اليوم لكل سعيد وفرحان ومستهانس بهذه اللحظة اللي كان ينتظرها من أول ما دخل الجامعة فالحمد لله اللي يسر لنا وصلنا لهذا الاستيج وانتخرج بإذن الله أخدي تخرجي لولديني وأهلي وأصدقائي وزوجي وأشكر الجامعة لما قدمت لنا في هذه الجائحة ويعني ما حسستنا بأي نقص سواء حضور أو في البيت إنما تحققه جامعة العلوم التطبيقية من إنجازات تعكس الجهود الكبيرة والمتواصلة من قبل مجلس ومناء الجامعة وكافة منتسبي الجامعة من الهيئات الإدارية والأكاديمية والفنية وحرصهم على اعتماد أفضل البرامج الأكاديمية واستحداث برامج مستضافة من جامعة عالمية مرموقة ها قد مضت تلك الأعوام التي بدأت طلاب رحلتهم فيها مضت ولم تمضي ذكراها فهي حتما ستخلد في الذاكرة جميع العلوم التطبيقية بذلت جل جهودها وبالأخص خلال الجائحة يتخرج طلابها مسلحين بالعلم منطلقين نحو الحياة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحري